أنا ذكرت الحضرة هي المشكلة الرئيسية بعدم إكمال المشاريع ليست فقط مشروع المستشفى الألماني وإنما بقية المشاريع الموجودة في القضاء وبقية الأقضية هي بسبب نقص السيولة وعدم تخصيص أموال للمشاريع بالتالي أثرت سلبا على إكمال هذه المشاريع ونتحدث عن مشروع المستشفى الألماني هو أيضا في السنوات الماضية لم يتم تخصيص له مبالغ لكن الآن ذكرت الحضرة بجهود حثيثة من قبل كل الأطراف ووزارة الصحة تم تخصيص مبلغ 800 مليون وهذا مبلغ حقيقة ليست بالكفاية أنه نتأمل أن تكون دفعات أخرى لإكمال هذا المشروع والحقيقة نحن عازمين على متابعة هذا الموضوع وإنهاء معاناة أهالي الأهلسة مرة ما يخص قطاع الصحة والقطاعات الخدمية الأخرى نعم